أمني وستراتيجي لو كان بيدك القرار شو راح تتعامل مع المتظاهرين متظاهرين واضح لو كان بيدك القرار المتظاهرين أبناء شعبنا وإحنا العلاقة مع أبناء شعبنا مو علاقة سيد بعبد ولا علاقة سلطة شو راح تتعامل بالنسبة للتعامل الموجود هو تعامل مسؤول يجب أن عندما تظهر هذه الجماهير الغاضبة المحتجة يجب هناك سبب نعم أكو فساد نعم أكو مشكلة بالنظام نعم طريقنا الحلها الفوضى لو طريقنا الإصلاح أنا أعتقد سجلت نقاط سريعة يعني على سرعة التظاهرات وعلى ما دار بالتظاهرات استطاعت أن تقيل حكومة استطاعت أن تؤسس إلى مفوضية انتخابات جديدة استطاعت أن تؤدي إلى عدد منظر بقانون انتخابات نعم لكن من طيتني كيف تتعامل